على صعيد آخر تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوى عشرة أجهزة مختبر سي بي سي للمراكز الصحية بالمحافظة المدعومة من مشروع رأس المال البشرية الطارئ والذي تنفذه منظمة الأمومة والطفولة بالأمم المتحدة بتمويل من البنك الدولي وأشهد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب أشهد بالدعم الأممي لقطاع الصحة بالمحافظة والذي من شأنه دعم ومسانع عدد المراكز الصحية بالمحافظة لتمكنها من القيام بعملها ونشاطها في خدمة المواطنين بالصورة المنشودة مشددين على ضرورة الاستفادة المثلة من المساعدات الداعمين وتسخيرها لصالح الأهداف المحددة لها إلى ذلك ناقش أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة مع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب والقيادات الإدارية بالمكتب عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع القطاع الصحيب المحافظة والمشاكل والمعويقات التي تواجهه